أهلا بكم لا تزال الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تشهد تطورات عسكرية متسارعة لكن الحدث الأهم كان استهداف المقاومة مسيرة إسرائيلية في منطقة بين الخيام ومزارع شبعة المحتلة بصاروخ أرض جو وأصبتها إصابة مباشرة وشهدت بالعين المجردة وهي تهوي وذلك بعد ثلاثة أيام على إسقاط مسيرة أخرى في منطقة معلوت ترشيحة في الجليل الأعلى التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية المقاومة الإسلامية في لبنان بقيت على تماس ناري مع العدو إذ أطلقت قضائف ألهاون على مقاره في منطقة مزارع شبعة المحتلة وفتحت النار على نقاط الجمع الحربي للعدو في مسكاف عام والمنارة في القطاع الشرقي وراميا وثكنة برانيت في القطاع الأوسط فيما أعلن حزب الله استداف موقعي رأس النقورة وجل العلام التابعين للاحتلال في القطاع الغربي كتاب عز الدين القسام في لبنان أعلنت قصف مدينة نهارية الساحلية بستة عشر صاروخا ومدينة كريات شمونة بستة صواريخ بالتزامن مع أعلان حركة الجهاد الإسلامي سقوط شهدين لها في أثناء تنفيذهما عملية عسكرية على موقع للعدو في منطقة حنيتة المواجهة لعلم الشعب اللبنانية على الجبهة اللبنانية أعلن العدو أنه شن غارات على جنوب لبنان مستهدفا مناطق زعم أنها تشكل منطلقا لهجمات المقاومة على مواقعه المنتشرة شمالية فلسطين المحتلة فشن طائراته الحربية والمسيرة غارات على تلال رميش ويارون في القطاع الأوسط وأطراف بليدة في القطاع الشرقي إضافة إلى استمرار قصف الأحراج المحاذية للحدود في المناطق الممتدة من الناقورة حتى علم الشعب في القطاع الغربي